اهلا بكم يا جماعة. هوريكم من دلوقتي ازاي نساح التلج اللي موجود في الفريزر او في التلاجة كله بالزبط في دقيقتين. والله ما بياخد اكتر من دقيقتين. تعالوا ووريكم نتيجة عاملة ازاي? بصوا معايا كده. شايفين التلج? ساحة اهو. الواحده. اهو ووريكم انا عملتها ازاي دي. ما كملتش اي حاجة. والتلج في التلاجة ساحكم ولا بنستخدم سكينة ولا بنستخدم اي حاجة. اهو. شايفين يا جماعة? يلا بنا نوريكم فكرة ده عشان في ناس كتير ده بيسبب لها اه مشكلة اه كبيرة. يلا بنا نشوفوا التفاصيل بقى. بسرعة جدا وبدون استخدام السكين عشان نحافظ على الفريزر بتاعنا او على فريزر بتلاجة. شوية مية على النار لازم نشيبهم لحد ما يغلو. لكن هنضيف ليهم كمان شوية من الملح الابيض اللي بيشتخدم فيه الطعام. الملح من الحاجات اللي اللي هتحطت على المية وتسقعت. تفضل ساعة الفترة طويلة. وبرضو اللي هتحطت على المية السخنة تبقى تساهم في اه زوابان التالج. زي ما قلت يا جماعة لو انت حتى تسمع ان في اوروبا دايما الطرق اللي بتكون علىها تالج كتير بتلاقي عليها ملح. بتلاقي يحطين في الاركان كلا ملح عشان يستخدموه في تزويب التالج. طيب اه دي الملح هنضيفه على المية وهنسيب المية تغلي. وطبعا هندوب الملح ده في المية عشان اه يدي نتيجة اكبر. هتلاقي النتيجة في الفيديو ومشاء الله والله رهيبة. اه اه اه. بعدين هسيب المية لما انتغلي وبعدين هاخدها استخدمها. زي ما هتشوفه في الفيديو بالزبط. وهنشوف مع بعضينا ازاي هنستخدموه مية دي. في تسييح التالج مهما تكون كسفته في دقائية. هبدأ دلوقتي ارش المية السخنة اللي عليها ملح على التالج. هبدأ ارش بس مش اعمل اي حاجة تاني. هرش المية السخنة دي اللي عليها ملح على التالج وهسيبه دقيقتين او دقيقة مش اكتر من كده. باي حاجة بقى بس ما يكونش اللي هيسين. هبدأ احرك التالج كده وهتلاحظ معي بص التالج بقى سيب خالص وهينزل كله بسهولة جدا 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 من غير اي مشكلة. الحاجة اللي انت هتستخدمها يا جماعة نلاحظ انه ما يكونش ليها اي سنة. هو اصلا ان التالج هيكون اي هيكون سهل يعني مش مش هيكون اه صعب وانت بتنزل. اهو. يدوق بنعد الحاجة وخلص بيقعد تالج لوحده زي ما انتو شايفين كده اه بالزبط. اهو. مفيش اسهل من كده طبعا. ياريت نستخدم الموضوع ده ايكون سهل جدا معاك في اي زابة التالج المتكون على جسم الفريزر بتاع التالجة او حتى على المراية. زي ما انتو شايفين كده كده كتل التالجة دوب انت بتلمسها بتقع لوحدها من غير اي حاجة. وده ما عملناش اي حاجة غير زي ما شفتوا كده هم شوية الماء اللي بيغلوا اللي عليهم ملح. بنرشهم ونسيبهم دقيقة واحدة. ولا نخرم الفريزر بسكين. ولا نخرم الفريزر بشوكة. والموضوع ما فيش اسهل منه يا جماعة. ونسألكم الدعاء. شكرا ليكم.